السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 26 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت الآن يما وعد بث الحلقة وساعة عشرة ودقيقة صباحا بانتقل لبرج الحمل يعني بمعنى آخر في عنا خلو مسار وفي عملية انتقال القمر من برج لبرج طبعا القمر بس ينتقل لبرج الحمل رح يظل فيه اليوم السبت 28 يعني الظهر ساعات الظهر بعدها بنتقل لبرج الثهور بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزل إلى العلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة ودقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح فبيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مسيطر في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين بنشكو وبنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسؤوليات الموجهة لإلوه والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بيعانوا من مشاكل في الحب أو مشاكل عاطفية بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدمع ببعدوا عن المواجهات بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن عملهم بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل وفي هذا الوقت يمكن البدء بعلاقة غرامية للبعض ويمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى برضو هاي فترة ممتازة للأشخاص اللي بيحبوا أنهم يقتنوا كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني في النسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 22 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث عليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن ديكور تجميل وهذا الوقت مناسب للراحة وبرضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا اللي بتمنحنا كفاءات للأعمال اللي بتتعلق بالمسرح بالفن بالروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها ساعة 36 و38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وأحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 36 و38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 ودقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل ويصير في برج الحمل عشان هيك خلال هاي الفترة اللي هي ما بعد ساعات الصباح منشعر بأن يعني هيك بأن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية منبدأ بمشاريع جديدة أو منطرحها على الساحة ولكن من المرجح أنه تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على طرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لها مشاكل أو حجج أو يعني الغير ضرورية في هاي الفترة بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصابية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما يكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفلة أو مناسبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية أو مراجعات طبية من الآن ولغاية ساعات الصباح أن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية إن الإندروفين اللي هو هرمون مسكن الألام والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هذولة الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد فبصير عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة برضو مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ ساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة من صباح يوم السبت ثمانية وعشرين عشر وبيستمر حتى تمام الساعة احداث وثلاث واربعين او ثلاث واربعين احداث وثلاث واربعين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر اثناشر يوم في تمام الساعة وحدة وخمس وثلاثين دقيقة بعد الظهر بصير ثلاث عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيدة بالنسبة خمسة عشر في المية القمر في الحوت وبدينتقل لبرج الحمل ورح يظل في برج الحمل يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس الان بنسبة أربعين في المية في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية اما في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية عطارد في العقرب حتى يوم عشر احداش منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوتي بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوتي بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا لغاية ساعات الصباح القمر بيظل موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم ولانفعالاتكم وما تصدروا أي قرارات حاسمة في هذا الوقت أما من بعد ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لعندكم فبتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود ولكن بدكوا تحذروا من تقلب مزاجكم وعصبيتكم لأن القمر لسه ما شكل الزوايا بشكل مباشر هي زوايا منفصلة فعشان هيك بدكوا تحذروا من كلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في ساعة من الآن ولغاية ساعات الصباح بين الأصدقاء واللقاءات والعلاقات الاجتماعية ولكن بدأت ضغط عليكم لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب أثناء الحوار والنقاش وتعامل مع الأصدقاء أو مع معارفكم أما من ساعات الصباح فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبرضو حاولوا تضبطوا أعصابكم وما تشعوهوا سمعتكم بتصرفاتكم وانفعالاتكم لا تخالفوا القوانين ولا تجازفوا ولا تغامروا لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت السم على إلكم أما من ساعات الصباح فهون القمر بيوصل لبيت علاقتكم الاجتماعي والأصدقاء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق واليوم تنشطوا اجتماعيا ممكن يكون فيه لقاء ودي أو يعني طلب المساعدة من بعض الأصدقاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وخصوصا في فترة خلو المسار رح يظل فيه نشاط بالاتصالات والحوارات والنقاشات وأيضا الامتحانات الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي ولكن ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الصباح فهون بتكت حافظوا على هدوكم حاولونكم ما تعملوا مشاكل لأنها أي فترة بتمتحنكم فلا تضعفوا لا تستسلموا ولا ترتكبوا الأخطاء حافظوا على رصانتكم وتمسكوا بمسؤولياتكم خلال ساعات النهار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز رح يظل موجود لغاية ساعات الصباح على المسائل اللي بتتعلق بالأموال المشتركة اللي هي بنك ضريبة تهمين أو حساب مشترك أو أموال الزوج أو الزوجة عشان هيك بتكو تمتعنوا عن أي خطوة مالية جديدة وحاولوا أنكم ما تكفلوا حد خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الاتصالات والسفر البعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا أثناء السفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم لأنه شوي بدها شوية حذر وحاولوا أنكم ما تتسرعوا أثناء القيادة والتنقلات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر ما زال موجود مقابلكم فضبط العصاب مطلوب ممكن يكون فيه حوار مع أحد الشركاء سواء المال أو العاطفة جيدة للمصالحات ولكن مش جيدة للمشاكل والعصبية أما من ساعات الصباح فهنا بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكم تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل التركيز على العمل وعلى الصحة ولكن ما تنسوا أن القمر الآن بتحرك باتجاه مقابلتكم فعشان هيك حاولوا أنكم تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد وانتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح فالقمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكن تنتبهوا من النيران والجروح والالتهابات على أنواعها وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي نقاشات أو حوارات حده عشان ما تتفاقم الأمور واتصل معا إلى طريق مسدود برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطف قوية عندكم خلال ساعات الليل ولغاية ساعات الصباح بتميلوا للتقارب ما بينك وبين أحبائكم والتجاوب معهم ولقاءات عاطفية وحوارات أو ممارسة هواية أو التجميل أو فن أو أي شيء بيتعلق بكل الأمور اللي فيها طاقة إيجابية ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم أما من ساعات الصباح فهنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم أو لعملكم وممكن شوي تراكم عندكم العمل أكثر من المعتاد أو يكون كثير من الالتزامات عليكم وبيغلب عليكم أو على طبعكم هيك نوع من أنواع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة أو مع أولادكم فعليكم الحذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات الليل ممكن تهتموا ببعض المسائل العائلية أو يطرأ أمر عائلي مفاجئ بالنسبة لكم أهم شيء أن تبعدوا عن العصبية والحدية أثناء التعامل ممكن تهتموا ببعض التصليحات أو حدث معين أما من ساعات الصباح فالأجواب تصير رائعة جدا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وممكن يكون اليوم في عندكم لقاء عاطفي أو تجميلي أو الاهتمام بالنفس أكثر ولكن حاولونكما تفتعلوا خلاف المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجكم بظل في نوع من أنواع الحدية برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد انتبهوا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم رغم أن الأجواب ما فيها أي مخاطر إلا في ساعات خلو المسار ما تعتمد على الحضوظ نهائيا ممكن يكون في نوع من أنواع التعامل أو التواصل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما من ساعات الصباح فهنا بتفضلوا اللجوء للأجواء البيتية والعائلية شوي بيكون طبعكم حاد فبتكونوا عدوانيون وهذا الشيء ممكن بسبب مزاجكم أو خلاف أو سوء تفاهم عليكم الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة وأيضا حاولوا تبعدوا عن النقاشات والعصبية بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات وانتبهوا من المحتالين الأجواء بظل فيها فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم ولكن في مصريف أما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج لأسباب بتعود كلها للأمور المالية فعشان هيك عليكم تجنب التفذير والمغامرات المالية ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالفواتير أو الدفعات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل فيه نشاط وحيوية وطاقة عالية جدا موجودة عندكم لغاية ساعات الصباح أهم شيء ما تبادروا لأي عمل جديد بل واصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي ولكن شوية بتشعر بنوع من عدم التوازن فعشان هيك بدك تضبط أعصابك خصوصا في فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح فهنا التركيز بصير على الوضع المالي أكثر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن زي ما حكينا بيكون مزاجكم سيء بتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم انتبهوا لأموالكم من النصابين والمحتالين رغم أنه في بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء